أعلنت الفنانة اللبنانية عبير نعمة طلقها رسمياً على خشبة المسرح أثناء حفلتها في بيروت وده ظهر في فيديو تم تدوله على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من حفل العبير نعمة في لبنان الفنانة كانت متأثرة جداً وبتعيط على المسرح وبتردد جملة أنا مطلقة عبير نعمة ما قدرتش تكمل قونية بعدني بحبة لتسقط الدموع من عينها أثناء الغنى ويتعاطف جمهور الحفل معها في محنتها اللي تعرضت لها ورد الجمهور على عبير بالتصفيق الحر ليها طول الوقت في محاولة منهم اللي دعمها معنوياً وكشفت الفنانة اللبنانية عبير نعمة تفاصيل انفصلها عن زوجها الموسيقار جوليو عيد خلال مدخلة تليفونية وقالت اللحظة اللي عشتها على المسرح إمارح كانت أقوى مني بصراحة وأنا بقالي سنتين وتخبط في حياتي الخاصة والطلاق تم من سنتين بس كنت أخفي مشاعري وكان الأصحاب والأهل والأقارب على علم طلاقي لكني ما كنتش جاهزة أني أعلن عن الطلاق أبداً وكان فيه كتير من الإعلاميين عارفين لكن احترم رابطي في عدم الإفساح عن تفاصيل هذا الموضوع الخاص جداً وفي نهاية كلامها طلبت من الجمهور عدم الهجوم على طالقها الموسيقار جوليو عيد وقالت بشكر المحبة والدعم وأتمنى هذا الحب لا يسيل أبو بنتي إحنا جمعنا حب كبير وبنتي يا رأى هي كل حياتنا وهو كان حب حياتي الوحيد وهو اليوم الصديق والسند لكن للأسف ما قدرناش نكمل مع بعض وهذا الأمر ما يمنعش أنه من أحلى الناس اللي قابلتهم في حياتي كلها وبطلب لو سمحتم محدش يشوه سورة أي حد فينا بأي ظرف من الظروف وأكون شكراً لكل جمهوري